بناتوا رجعنا وياكم بدرس عن الازمنة وبناء على طلبكم والتوسط هذا محافظينا وهذا ما نعرفه ولو انه اكو شعب شارحيها الهم بس احنا بعد راح نعمم الفيديو راح ناخذ زمن البسيط زمن الماضي التام البسيط راح نشوف ونطلع على تركيبة الزمن اول شي اول شي عدي سبجكت الفاعل اي يو وي شي هي ايت ذي شو انتبهتوا بنات انتبهتوا انه هنانا كل ضمائر الفاعل خليتها انا كلها نخليتين ما عزلت لا قلت لا مفرد ولا قلت جمع ولا عزلت الاي والوي اذا كل ضمائر الفاعل او سواء كان اسم سواء كان ضمير اوكي اسم مسبوق بذي كله راح ياخذ للهاد ايش راح ياخذ الهاد اذا الحلو بهذا الزمن ما بي مفرد وجمع فكل فاعل بسانة للاضاحة يعني فاعل بصورة عامة راح يجو يامنه الهاد ومن ثم التصريف الثالث للفعل وتكملة الجملة وني استوقفني التصريف الثالث للفعل بنات نزلت لكم الوحدة الاولى والثانية الرقيلة والرقيلة نزلت الغير قياسي رجاء يا ماما يا بناتي يا حبيبات يا سندر الله تتحفظوا لي التصريف الثالث للفعل يا عاني عندي مشكلة قاعدة عاني من عنده بالسادس والسادس نمنت توصلون ما راح يصير عدكم ممكن حتى تحفظوا لي التصريف المفروض هذا الشي ما اخذينا ويانا ضمن اساسياتنا واضح فالورقة اللي نزلت لكم اريتها تنحفوا تقريبا راح اشتغلوا لكم هيش كل واحدة راح اطلع لكم الافعال لان ليش لان القياسي نفس الماضي مالته ما عندي مشكلة بي يظل الرقيلة الغير قياسي شوية هذا فاحنا حاول نقضي على المشكلة اذا قاعدت شو تقول فاعل بس هنا للايضاح بلس الهاد يعني زائد الهاد بلس باس بارتسبل التصريف الثالث للفعل والكمبيلت التكملة اوكي نيجي مثلا اي هاد شي هاد اوكي هنانا شي هاد اوكي كلهم شوفها مثلا هاي جملة شجاء فورغوتن التصريف الثالث للفعل فورغيت اللي هو ينسى فاهاد فورغيتن ذباق ان ذي كار نسيت الحقيبة في السيارة بنات بالمناسبة الهاد هنا ما راح يكون لها اي معنى يذكر يعني مجرد صيغة وتركيبة موجودة اوكي وهو زمن اصلا يستخدم لحدث وقعه وتم في زمن الماضي يعني خلاص مثلا نقول غسلت الموعين معناها غسلتهم وخلصت غسلهم بعد ما عندي شي وراي اوكي لانه تنبنوتات والشغلة تتعلق بالواشنك اوب بغسل الموعين مثلا يعني اضرب لكم كمثال يعني قريت وكملت دراسة خلاص ما عندي شي ناقص بعد اوكي I had forgotten the bag in the car الفاعل زائد هاد زائد فورغوتن اللي هو تصريف الثالث لفعل غير قياسي اللي بعد هشي هات finished hair work هي اتمت العمل مالتها شي فاعل هاد والتصريف الثالث finished اتم او انهل بالفعل القياسي فنش لان نفسها ماضية اناك اخذ ايدي هنا انا نفسي الحالة ما عندي مشكلة انا بالرقيلة بقياسي واذا هاد studied هم درسوا the lesson الدرس فاعل وهاد تصريف الثالث للفعل study اللي هو قياسي نفسها الماضي مالتها واضح اجينا للي بعد هتعرفون احنا كل صيغة اللي كل زمن هي الاثيرماتي في الاثبات والنغاتيف والكواصل راح نبدي مثلا هنانا شي هاد clean the house اريدها نغاتيف وازم يقوف نغاتيف نفي اذا ش راح يصير عدي لازم عدي فاعل نزلت لازم عندي فعل مساعد راح تنضاف لمنو النوت نزلت الهادج ضفت لها النوت هاد didn't clean فعل قياسي ما اخد ايدي ما راح اشتغل على الهنا انا راح اشتغل بس على الفعل اوكي والحلو بهذا الزمن ماكو اشتقاق لان الصيغة الفعل المساعد عندي اللي راح اضيف لمنو النوت صارت she had didn't clean the house هي لم تنظف المنزل ننزل لجملة اللي بعدها they watched they had sorry they had watched tv all the time اريدها كواصل سؤال ارجع همين عندي فاعل زائد هاد زائد تصريف ثالث للفعل بنات بس راح اقدم الهاد على الفاعل بس ايهنانا ترسمون ابدي هكب had they watched tv all the time نهاية كواصل مارد اذا الصار عدي بالنغاتيف فاعل زائد هاد نوت زائد تصريف ثالث للفعل زائد تكمله بالكواصل بس قدمت الهاد على الفاعل تصريف ثالث للفعل والتكمله واضح نيجي لهنانا الباست بيرفك كونتينووس زمن الماضي التام والمستمر مادام لقيت كلمة مستمر اذا لازم عندي ing اوكي فراح استبعد شي اسمه تصريف ثالث للفعل بهذا الزمن اريدكم اضبطون القواعد على مودة نزل الفيديوهات كلها صيغ امتيحان واضح فعندي نفس الحالة كل ضمائر الفاعل زائد هاد زائد هاد بين بين هاي البي دبل اي ان زائد فعل يحتوي على ing واضح فمثلا ماري هاد بين شوپنج ماخد ing يعني حدث حدث وقع بالماضي واستمر اخذ فترة وتم هم نفس الحالة اوكي ماري هادينت هذا النقادي بس نضيف لها نوت بين شوپنج هم انتظروا وقت طويل اريدها شنو هنا من عندي اوكي بس اقدم الهاد اوكي على الفاعل هاد اذا القاعدة اللي تقلي فاعل سوبجكت ادي هاد ونوت بالنقدف والبين فعل يحتوي على ing يعني ما سوي شي بس الهاد ضفت لها نوت واذا اكووصين قدمت الهاد على الفاعل ومشيت قاعدتي اعتيادية بنات اتمنى انه جاي تستفادون اللي اريدها من عدكم اكو فيديو منزلة بال ing يوم ضبط لان احتاجه بال past perfect continuous واكو فيديو لا عفو مو فيديو صور نزلت لكم للافعال الغير قياسية بالوحدة الاولى والثانية ليش لان الافعال القياسية سهلة فعل احاوله للماضي نفس الماضي مالتا هو التصريف مالتا اتمنى تكونوا جاي تستفادون وما قصره وياكم وتدللون